يو سيفن باي أرخص وأضمن موقع لبيع كوينز فيفا عشرين سريع بالتسليم وآمن ومضمون من الباند والتصفير وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنار وستر كمير معكم اليوم مقطع جديد من سلسلات الطريق الى العالمية فبتنان ببداية دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم باشتركين طبعا اليوم عنا شغلات كتير ومنزلين تحديان جدا كتير في حابب اني اعملها ويعني ان شاء الله هاد الاسبور حلع في فوتشامين كامل بإذن الله ازها هيك يعني شفت انه قللي مزاجه روعت رح احسن كمل فوتشامين فهي تشكيلتي الحالية طبعا هداك الآيكون الغبي رامي بالنادي وينو موجود بالنادي رايتنك ستة وثمانين ما ما في منه فائدة يعني كتير فمخليه بالنادي ما بعرف اذا كنت رح ارجع اعتمد عليه بيوم من الايام ولا لا فالتشكيلة حاليا هيك تعتبر فسألتكم بالمقطع الماضي عن تحدي دياغو كارلس المدافع البرازيلي واللي ما كنت معرفه ان بطاقته بتتطور يعني اذا تأهله اشبيليا فبتتطور واشبيليا رح يلعب ضد نادي يعني سيء يعني بالنسبة تسعة وتسعين بالمية اشبيليا رح يتأهل وبطاقة لعب تصير ستة وثمانين وهي اصلا بطاقته حاليا يعني تعتبر اسطورية سواني ورجيكم البطا بطاقة يعني اربعة وثمانين لكن لازم نضطر نستغني عن اللي هو اه طبعا اسمه تمام فهي البطاقة شايف انه ممتازة اذا اطورت لستة وثمانين رح يكون رهيب بس المشكلة انه لشهر اثنين لا يلعبوا اشبيلي لسه فلسه لشهرين فلازم نعتمد عليها بهاي الطاقات فاغلب الناس نسحتني بالبطاقة وطبعا اكيد رح تسألوا الجوائز شو صار فتحت الجوائز وكان الجوائز ابوكلب ما اطلع لي فيها شي مثل الناس معني اخدت البكيجات اللي ما بتن باع وما هيك ما طلع لي شي فما لا داعي اني حطه ما طلع لي حتى واحد يعني طلع لي شاشات كلهم سيئين المهم طبعا هاي موتوا طلبات التحدي لالتشكيلتين واحدة الدوري اسباني يكون يعني تقييم ثلاثة وثمانين ولاعب على اقل من دوري اسباني ووحده لازم يكون تقييم اربعة وثمانين ولاعب برازيلي على الاقل في تشكيلة البرازيلي البرازيلي هاي بخلصها من غير ما ادفع فيها كونز دافيت سيلفا رح اضطر اني استغني عنه وبصراحة دافيت سيلفا مثل قلته بالم لعب يعني انا بعرف مجالبه اكتر من مرة بالبطاقة العادية فهي البطاقة ما بزرح تفرق شي واصلا ما بتنباع تمام فلو انه بتنباع يعني كنت باتة لكن للأسف مع انه والله سعره حلو يعني لو فكرت اني بيع سعره بحدود الاربعين الف فهذا اول تحدي البكيجات يعني جيدة ممكن نقول حزمة لعبين الاستثنائية لكن ممكن تشوفوا اني عم باستغني عن بعض اللاعبين لكن اي لعب ما لي محتاجه بتشكيلتي الاساسية فباستغني عنه ما عندي مشكلة تمام فهي حزمة لعبين الاستثن بالتحدي تقع الاسباني هداك يا رب اعطوني اعطوني ارجوك انا اعطوني لعب صار لي زمان ما طليل لعب متل الناس شاشات يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وقاوت يس هيك على قلب تضب التحدي هداك برازيلي فرندينيو صح كاسيميرو فرندينيو مرشح اوكي اوكي انا من لما شفت برازيلي نيمار مرشح ومستحيل يطلع اوو فيرنر كمان ادي بيجيب كان سعر وفوق لي 20 الف من حوالي شهر بحسن بيها ساحل ليش لاحتى حطه بتحدي بحسن بيه يا حبيبي وسوي التحدي بلاش طيب يا حبيبي هلا نقدر نقول انه خلصنا من التحدي كامل طبعا حتى التحدي ما دفعت فيه كتير يعني هي تقريبا بحدود الوضع 8000 كوينز بس المشكلة انه لما بدك تجيب اللعب لازم تعطيه بطاقة شادو فهديك لحالة غالية فههه أغلب اللعيب من هذا التحدي كانوا عندي شترت كلارا минدي ويجلاسيس هذا وزباط يعني هو اشتريت شوية دعناصر بس اللاعب الريتنج 84 كانوا عندي وشوية 83 فخلينا نعمل ارسال ارساله نعم فاهله وسهلا بدييغو كارلوس اللاعب بصراحة انا متحمس له جدا وكتير ناس نصحطي فيه بالتعليقات فاذا ما تطلع مني فالحقه ليكن لحد يحط الحقه ليه شان نشوف اوكي خلينا نشوف داخلة اللاعب طبعا هو يعتبر وكاوت ها مشان تكونوا جزيب مع الفانين بس واو والله بطاقة شكل حلو ها واحلى الشي في انا بتتطور وشبيلي هيبطولتون الدوري الاوروبية اخدوها ثلاث مرات وربع اي ما في ما في دخلة ما في شي فاللعب حلو اللاعب ان شاء الله يعني انه يكون حلو مو بس كطاقات على الفاضي فعنا بكيش وصح انا لسه ما بعت كاسيميرو فكسبت به هالتحدي بدل ما اخسر لان في كتير عندي لعيب واو هذا البكيش معفن على الاخر فكسبت لسه كاسيميرو ما بعته رح بيعه الان اه والله شاشات جيب جيب يا حبيبي جيب جيب اه موقع طيب فرنسا نقول يا سلام ارجوكم لا من ال W اصنان مارشيال يا سلام بظن حلو مارشيال طيب كاسيميرو بواحد وعشرين الف ومثان وخمسين ناس رح تقلي ممكن انه خليه عندك بس انا كاسيميرو جربناه بالهيك ويعني بصراحة بطيء داخل الملعب خمسة الاف وستميت كوينز انتوني مارشيال وطبعا ضافوا تحدي جديد كمان رح حاول ان يعمل بما انه حظي شايف انه حلو بالبكيجات اه ليش لا يعني طيب هذا اول تحدي ما دفعنا فيه اي شي بس كمان ما بيعطينا يعني بكيج وزبالي في صراحة اخي ليش عم تقلعوني من الالتيمت تيم كله لاني عم بعمل تحديات ببلاش يعني حاقدين علي انتوا انا بعرف انتوا الشركة عم بتحقدوا على المحترفين يعني الشغلة مو اول مرة من ايام فيفا خمسة عشو هاد الحكي عم يصير خلص احترموا حالكم ليش ليش همتطلعوا هيك يعني شو عم بحي انا حكيت شي غلط اذا حكيت شي غلط اللولي اه والله طيب الرجع دخلوني بسرعة عادي فكرت رح يلولي والله السيرفرات فيها مشكلة لا اذا هيك تمام عادي يجبني لما بخلص تحدياته ما ادفع فيها كوينز هذا اكتر شي بمبسط فيه ساعته اذا طلع لك لاعب ما طلع لك لاعب ما بتزعب لما لما بتدفع وما بيطع لك لاعب ساعته فاليام تدايق فراح نبدأ بالتحدي الثاني اللي هو الروما ضد فيورنتينا طيب هاد التحدي ايضا خلصناه دفعنا عليه شي بسيط بس اغلب اللعيبة كانوا عندي بالنادي فتحدي روما ضد فيورنتينا يعتبردن طيب هاد التحدي اتالانتا ضد ميلان دفعنا عليه شوي لكن كمان كان في عندي كتير لعيبة اصلا موجودة بالنادي باقي لنا التحدي الاخير توتنهام ضد تشيلسي ما بعرف فتح هي الباكيجات ولا خلي كل الباكيجات بالاخير لانه يمكن احتاج لعيبة لهذا التحدي فافضل ما اشتريهم مثلا يطلعوا لي من الباكيجات ولا عادي بقدر ارجع بيوم مرة تانية وهذا اخي التحدي كان عندي بعد شوي ما اطاريت اني اشتريه لانه طالب لعب من توتنهام ولعب من تشيلسي طاريت اشتريه هو نياما هو شوي تلعي بيني كمان فخلصنا التحديات كاملة الحمدلله يعني والله اخضت وقت بس بالنهاية طلعنا بشي ان شاء الله انه يطلع شي من الباكيجات لانه هذا اهم من كل اللي عملناه رح افتح اول شي يعني من الباكيجات الاقل الاكتر فهنينا مرتبينه يعني من اليسار لليمين شوفوا انا ماليدافع كتير عالتحدي فان شاء الله يعني انه يجيني شي مو معنات انه ماليدافع يعني ما تعاطوني شي إن شاء الله إنه يجي شيء. أول بكج عادي جدا. طيب. ثاني بكج. ولا نفتح اللي بعده. ما بعرفي. ألا فتح هذا مو مشكلة. يا رب هذا بكج 25 ألف. اللي دايما بقول عنه سيء. هالمرة بيجيب لي شاشات. إن شاء الله يعني إنه بيكملها معي. أوكي. وكاوت ولا لا؟ هذا والله ما بيّنت اللمعة. هذا. هذا العلم. أول ما تشوف أعرفه هذا المدافع تباخيتها فيه. 83. هذا 83. أوه هذا حلو صاحب يجيب سعر. أوه فالفيردي. لعب ريال مدريد يا حبيبي. شوف أوتو هون 77. استنوا في فيفا 21. شوفوا إذا حتصير أوتو. طيب رح نفتح هذا الباق. لعبين إلكتروم استثنائية. وبعدين الإلكتروم النادر. يا رب. أوكي شاشات. أرجوكم أرجوكم لعب من تبعات فريق السنة. ومفورم. أوه يلا عشرة ألاف حلوة حلوة. السويسرا من أصلا فيه سويسرا الو بي. عشرة ألاف. منيحة طلعنا بالباكيجات بشي جيد. يعني أنا شايف. صاح أنه ما طلع لي وكاوت. بس أنه جيد. يا رب أخربك هذا أفضل واحد فيهم. وبيجينا شاشات. يا رب لعب من فريق السنة. أي لعب لأنه بيجيب سعر. مو كاوت حتى هذا عادي. طيب. بولندا مين أصلا في بولندي استي. ميليك. غالي شوية بظن. طيب. في تحديات كمان منزلينا. تحدي زائد 80. ما حبيت آمله إلا اللي عارف شو بيطلع لي من الباكيجات هاي. فشفت أنه يعني طلعنا بشي جيد نوعا ما من قدر نقول. بالنسبة للتحديات. من قدر نقول صار معنا بحدود السبعين ألف إذا لسه من بيع فيرنر. فشي جيد وأصلا جبت هداك اللاعب. وممكن نبيع الإنجليت. فبيصير معنا مبلغ حلو من الكوينز. ففي التحدي اللي هو زائد 80. لسه موجود حاليا. فممكن أنه سوي لكم تحدي منه. أنا ما جربته بصراحة. لكن بتأمل أنه يكون تحدي جيد. طيب هذا التحدي. المشكلة أنه طالب عشر لعيبة ذهبيين عميل معه. فإذا حبيت أو فكرت أنك تعمل. ما بقدر سعره. غالي ولا رخيص. مو مشكلة يحطه بالتحدي. إذا فكرت أنك تعمله رح يكلفك بحدود ال 6900 كوينز. تمام؟ يعني بحدود ال 7000. فرح شوف شو النظام اللي فيه. تمام؟ أهل بيجيب لعيبة ولا لا. يلا زائد 80. يعني معك بال 80 وانت طالع. لا نشوف بسم الله. هاي أول تجربة. 87 يا جماعة. جيب. بينباع؟ ما بينباع لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما بينباع طالع. كنت تفكر أنه بينباع. بس حلو 87 على فكرة. حلو من هيك تحدي. لأنه الباقي كانوا كلهم تقريبا 81. لكن حلو. طيب هاي تحدي ثاني ها. هذا آخر واحد. لأنه أصلا ما عنده عندي يلاعبين وما لي رح يطفع كوينز. ماشي؟ لأنه. يعني بس أنا أحبب أن يجرب التحدي. طليلي لعب 87. رح يستفاد منه كتير بالتحديات. فمنشوف تاني لعب. بسم الله. يلا يا رب. أنا متوقع هيك في الحظ. والله أنا متوقع. كنت عرفان أنه هداك جاييني بالصدفة. طيب هالمرة عن جد آخر تحدي ها. يلا يا رب. مين أفضل لي؟ برنردسكي ولا مراتب برنردسكي. شايفين؟ أنا بعرف هيك الحظ رح يكون في هذا التحدي. لكن جانا لعب 87. وينه؟ هذا الوحش. دييغو كارلوس. تمام؟ رح ينزل هون. مكان إنجلت. إن شاء الله أنه يكون خير بديل للإنجلت. يعني أنا ما بعرف إذا بدي بيع الإنجلت من الآن. إذا ببيعه بحسن فعلا نطور شوي بتشكيلتي بظن. تمام؟ بصير معي يعني فوق المئة ألف كوينزي. يعني طلع لي كاسيميرو بصراحة مبسطت فيه. بصنت أني بيعه وجيب لي شوية كوينز. فالإنجلت ببطاقة الشادو. خلينا نتأكد من سعره. لعب سعره 44 ألف ببطاقة الشادو. أوه تعالي تعالي تعالي. سواني خليني أسا نجيبها يا تسخة. راحت صح؟ يب راحت. طيب ما رح جبله شادو حاليا رح جربه بالأنكر. طيب واضح إن هاي حلقة تحديات على الآخر يعني. شوفوا أنا حابب أعمل التحدي جونزالا قويدش حطه على الجناح اليسار مكان ديمبلي. اللي صاير سيئ معي. وحتى إذا بدي بيعه بدي أخسر فيه. لكن هاد ما لنطالبين يعني هالشي الكبير. طالبين لاعب من فريل أسبوع. أو لاعب يعني من فوت شامبيون. والباقي تقريبا شروط تعتبر عادية. فإن شاء الله ما بظن كمان التحدي يكلفني كتير. حلقة التحديات بالكامل. عمل لكم والله العظيم. أوكي. هذا تحدي جونزالا قويدش وخلصناه والله صرفنا عليه. يعني أكتر مما كنت متوقع بصراحة. لكن بظن أنه لاعب جيد. بظن وشفت كتير ناس أنه عم تمدحه يعني. شفت له شوية ناس كاتبين على تويتر. أنه جيد. فهذا هو جونزالا قويدش. صرنا عاملين تحديين لاعبين بهاي الحلقة. وكلهم الدوري الإسباني. طبعا حاليا بقدر اني استغني عن ديمبلي. لأنه ديمبلي أصلا أخذ تناغم سبعة. فهذا رح ياخد تناغم كامل. وشفت كتير ناس هم تقول حتى أنه أفضل من هازرد. أنا ما بعرف هازرد جربته يعني ما كتير بصراحة ناس بطريقة لبي. لكن قويدش ما جربته. طيب هذا ديمبلي ومنقله الوداع. طيب منجب جونزالا قويدش هو أصلا الام. فما منحتاج أنه نغير مركزه. وهذا هو اللاعب يا جماعة. تناغم كامل أموره كلها بالسليم. رح أطيب بطاقة سنايبر. بتزوده بالشوت. وأيضا بالدربلنج. طيب إن شاء الله ما تكون مليانة لعبين. نعم 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 شوفوا تشكيلتي وشوفوا تشكيلته. واني عم بلعب. يعني مثلا مودي فيجين أول حتى فيجين فول أول ما بجيبوا لي هيك تشكيلة. عنده ميسي ستة وتسعين. بابي ها سجل هدف أرجوك وطلعه أرجوك أرجوك. أرجوك. ما لك نعوي يعني. كنت تسكيل من هذه المنافقة في هذه المنافقة. مبتلا. مبتلا بأخرى لتأمرضي. فلذا التعمل الضعيف. تذهب للفريق الآخر. أرجوك يا أخي أرجوك أقطعه مرة. هيا. مهارة في التمرير غير عادية. ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم. ممكن تقدم الأن. يو الله يا فيا لا 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 زي متسلك مثل هيك والله حراح يهو مسيك 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 كان رح يرجع لكرويف ها لو لعبات الاشتقن كان رح يرجع لكرويف حلو الباص حلو حلو جدة جيلسون مارتينز روح روح لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله هاي تشوط اول صفر صفر تشوط هيك تشكيلة يعني تعادل ويعتبر حلو على فكرة ومعنى والله نحن كنا افضل بالشوط بالرغم من يعني هاي تقريبا اول تشكيلة بالعبض التهسني بصراحة بهاي السلسلة يعني اشوف الحصيات أنا ماسيك استحواذ اه يعني لدرجة غير طبيعية كرة جيميلة على الطرف الكرة توقف سهولة ارجوك ما تخبط المدافع لو تار ماتيوز كيرين بابي هلو وديكو كارلوس ممتاز لا 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 حلوة ترشتجن حط واحدة الله يا دريزمان ممتاز 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 ها المباراة يلا يلا هدي 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 إن شاء الله نكمل هيك طيب يعلي كيفه بس نمنيح نوصلك حط واحدة يا سلو مجررزمان يا الله مبسوط لأنه ضد هيك تشكيلة مستحيل أنك تفوز الحمد لله فرق جوالين صار لسه ما لك مؤمن صراحة ميسي كرويب نيمار ما بعرف مين دي واحد بس يفتح معي بس جريزمان جريزمان يلا جريزمان سيسك فابريغات جونزانو كويتس كويتش الله كروب المرمى وعدان اقتدمت القائم بس بس هدا هدا الهدف هيك سقف بس بس الله يدعس أقسم بالله العناصر الجديدة رهيبين بس أنا بدي يعني يستمروا أنا ما بيهمني يكون رهيبين مبارا ان شاء الله يستمروا هيك والله لو جابة والله والله لو جابة والله أنا حابب اختبره بصراحة لأنه خلص أمنا النتيجة الله على الهروب بلعب لكم لا 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 الله ماشي عادي عادي جريزمان نجم مبارا هدفين وقويتش هدف أسست من بيو أسست من فابريغس وأسست من جيلسون مارتينز الله بسم الله مباراة أخيرة سنشوف هالمرة شلون ما في كلهم بصراحة كل اللي عمي لعبوا معي تشكيلاتهم أهم مني عنده هذا أخوان خيسوس شادو فردنان شادو دفاعه خارق وعنده صن رح يسجل عليه من الآن عم لكم يعني عم بطيقكم خبر ما توقعتك يا سيميدو قبله لهالدرجة لو أني عم بلعب مثل ما لابت ضد اللي فزنا عليه هداك رح منفوز بس نركز هذا كل مطلوب هون يعني بهالوضعية رجع للدفاع عادي مضروري يهجم وإضغابه وتنقطي مني فيا يا فيا شو صاير له شو صاير له شو صاير له بس الفريق يبني الهجم بدون تسره احتفاظ ممتاز بالكناع وا كانت جوال فرصة ليرسال كورعردي أهلا جمكن أن تلعب صح يا جماعة فابريقاس أحسن واحد بلعب عندي باصاته هيك وتمريراته صايرة شو صاير بالدنيا سون هيونغ لاما عن سيركو أكويروغ تصويب بالتسجيل المرض تعمل 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 تنسى خطيرة لتأخذك في النتيجة في وقت أخير من عمر المباراة كرة جادت بأن تكون قاتلة ألن قائمة وغا تعمل مرح يقن يتقدم للأمام تعمل مرح يالله الله 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 يطير كالفراشة ويلسع كالنحلة الله يعني أنا والله ما أكون مكانه لا يزعل بصراحة لأنه مو من ركنية يتلقى هدف تعادل بآخر أو هدف خسارة أخسر فيه بآخر دقيقة من حقه أنه يترك الإيد بس بصراحة شوف تشكيلته يعني مهما كان جي جي يا خصم جي جي تناصر الجديدة حلوين قويدش يعني صح أنه تقييمه معالي بهالمباراة بس أغلب يعني شوف غريزمان ومارتينيز وقويدش كلهم تقييمه مسيئة بس لأنه سجل هدف فيه تقييمه عالي فابريقا صنع الهدف فتقريبا ما بيأشي بهذا المقطع حرفيا هي من أطول الحلقات اللي صورتها لأنه التحديات كانت كثيرة لكن طلعنا بشي يعني بالنهاية فعلى مهم هيكم دي در اقول لنوصل لنهيات هذا المقطع لاتنسوا اللايكة يا جماعة حرفيا والله الحلقة هي راح تاخد وقت منتاج غير طبيعي وأيضا وقت تصوير أخذت غير طبيعي فشكرا لأنكم جميعا مع متابعة المقطع قويدش جيد وأيضا واخوان كارلوس تقريبا اسمه دياغو كارلوس كمان جيد ليحبب أن يساوي تحدياتهم أنا هذا تقييمه بالنسبة لعلن فما بيأشي بهذا المقطع بس هدلي كان عندي اليوم تابعونا انستجرام الرابط تحت الانستجربشن لأمان الله